طريق وغير أسوات ذكرى يدخذ الوطبي طويلة وعندما تجعلو بحضة البصرة ولكن من المفترض أن تكون جيييييييي من المفترض أنني أستطيع ningقرأت ولم يحتاج اللي لم تسامني ولكن انا الوليد ديالي ولي ما مقدرش اني نصبر يعني الناس عندهم عينيهم عندهم تساف ديل هذا ولكن كيلقوا صعوبات وكيعيشوا حياة صعيبة كتلقى واحد عنده اجازة ماستر ما لقى ايش خدمة وتلقى اللي واحد هو اني نمشي لها التجاهات بسم الله الرحمن الرحيم معكم عاديل منفاس حافظ الكتاب الله سبحانه وتعالى طالب تعليم ناطق علوم الشرعية درسته سابقا في القراويين تشرحنا بش اني ان شاء الله نكون معكم وان شاء الله تجاوب تسولوني على الاسئلة اللي انتم مبغين وانا معكم مرحبا اولا كنت مآمن بان الله سبحانه وتعالى قاعد يكون معايا وقاعد يوقف معايا لان عندي واحد القوة الايمان هذا الشي خلاني انني عشت صعوبات بززاف الى احضرنا على الصعوبات اللي كنا لقيت في حافظ الكتاب الله سبحانه وتعالى لقيت واحد صعوبات كبيرة ولكن الحمد لله من بعد قدرت نحفظه لان الله سبحانه وتعالى ويديد استردية في هذا الشي هذا مراها كان عندي حلم باش اني نتحق بالقراويين هاد شي اللي يخليني اني نصبر باش نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والسحقت بالقراويين عن جدل الاستحقاق رغم ان القراويين باش تدخل لها خصك واحد اختبار بين مجموعة من الناس وهادوك الناس اللي تقرأوا تماما رغم شي فاقيدين الباطرة الناس بعينهم الحمد لله قدرت نتفوق وندوز ما بين الالاف ديال الناس اللي تدوزوا دوست ما بين ثلاثين واحد والحمد لله شعطاني او ثاني واحد دفعة كبيرة باش اني نآمن بالحضوط ديالي من بعد قرية التناشر عام تقريبا اه حصلت على يعني اه مجموعة من المعلومات اللي خلاتني انني اه نآمن بان الله سبحانه وتعالى كان عندنا وحد دين اللي خصنا نآمن به وخصنا نآمنه بالقدرات ديالنا الله سبحانه وتعالى دي ما غدا يكون معانا اه قرية اتناشر عام اه ولكن من بعد شفت وفكرت مزيان بان القراية اه ما 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 تقدرش تخدم بيها صعيب باش تخدم بيها احنا كنعرفو ناس يعني بعينيهم واك فاء وصعيب باش يلقى وخدمة هذا واقع صراحة كان ضروري اننا اخد واحد القرار و هذا القرار لم أكن أخذت عدابة أخذت و أنا أقرأ رغم أن كنت أعرف أن القراية تستطيع نهاراً لا تتخدم بها كنت أخذت أثنين القرار و مع الوقت أخذت نجمع الفلوس لكي نفعل هذا البروجي الحمد لله قرأت و أخذت شيء ما لديه ثمن هو العلم لكي تقرأ علم الدين لدينا صحيحة البخاري والمسلم والفقه والأصول والمواد بحال هذه تخليك تعرف جميع القوانين الشرعية ديالك و ديال الدين ديالنا الحمد لله و من بعد صافي مشيت لهذا الاتجاه هذا هو أنني باش نأمن لمستقبل ديالي هذه هي الفكرة جاءتني هذه الفكرة لأنني كنشوف السبب الناس صعيب يعني الناس عندهم عينيهم عندهم السبب ديال هذا ولكن كيلقوا صعوبات و كيعيشوا حياة صعيبة كنت كنشوف أن واحد كيشتري بورتر دياله مثلا ما كيلقاش الدخل يومي و كل واحد و الظرف دياله كنت كنقول أنا كيفاش غادي نلقى واحد الدخل كتلقى واحد عنده إجازة ماستر ما لقاش خدمة و تلحل واحد هو أنني نمش لهاتجاه هذا كنت كن كنت كن أنا كما قلت لك حافظ كتاب الله و الحمد لله كانوا ناس يعني يعني إما باش أني ندوز معهم التراويح و كنت كن نجد مسجد كوبرة يعني ناس كنت كنت كندوز التراويح معهم يعني كن كن نشدك الباراكة ديال الفلوس ع الشهر ديال رمضان كن كنت عندي منحة ديال القراويين اللي كنت كنت نقسمها مع بين الماكلة ديالي و المصارف ديالي لأنني ما كنتش ساكن كتار كنت ساكن بعيد يعني ساكن معه تقريبا في الداخلية و كنت عارف ضروري ما غا تحتاج مصارف و لكن كنت 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 كن ضروري كن وفبر لأنني كن عارف أن رغم أن العلم اللي كنقرأ هذا شيء هذا ما كافيش ضروري تدير واحد الحاجة وهذه رسالة للشباب كاملين لأنني مخصمي فكرة هذا شيء خلاني نجمع الحمد لله و هذا المبلغ اللي هذا المبلغ باش كنقولك عن الله سبحانه وتعالى كي يصر الأمور هذا المبلغ هذا الدجمالية مع النهاية ديال الدراسة ديالي يعني الحمد لله القترسي سليسة دراسة ديالي و القتعة عندي واحد المبلغ المالي اللي ممكنني باش أنني ندير هذا المشروع دا على قدة الحال تقريبا 12 عام ما ماشي 12 عام مهم طب طوال لكن أنا نقوله نقوله حتى ثمث سنين الأخرى لأنه في الأول بديت ما ما نكونش نجمع و حتى ثلاث سنين لأربع سنين ولكن أبريل صافي و ليس كانش نشكو الله سبحانه وتعالى لأنه وفقني وأعرفت بأن أي واحد خدم وفكر ماشي ضروري أنك تستطيع الحواج ولكن خصتك تآمن بأن الله سبحانه وتعالى لكن ضروري ما خصتك تخطط له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضاء ولكن الإنسان لا يفقدش ضروري ولكن يخططه يخططه ضروري لا يمكن أن آمن بأن سيكون لدي واحد رزق ولكن ضروري يخطط على الشيء الذي يجعلني أنني أتصرت لهذا الله سبحانه وتعالى يقول لك أنت نعمة الله لا تحصوها نعمة الله لا تحصوها وأكبر هي نعمة البصر الصعيب أنك تكون عندك هذه النعمة وما تستغلها أنا كنقول بأن الإنسان الذي عنده هذه النعمة وعندما تستغلها يعني خصوه يعود النظر في هذه المسألة لأن أنا كنشوف كنت عندي هذه النعمة كنت أستطيع أن نحقق كثير من هذا ما حققت أنا كنت أعجب بهم اللي كان لقاهم عندهم هذه النعمة وما تستغلوا خاصة أنا عندي أصدقاء اللي بعد مرة كان ننظر معهم يقول لك أنا ما عندي وما وصلت وما أدرت وما ألقيتش خدمة صعيب أنا حالما مرة كنت نقش هذه المسألة هذه مع الدراري الشباب يكونوا معي كان ننظر معهم في هذه المسألة الله سبحانه وتعالى يقول لك إنها لا تعمى الأبصار الوحيد اللي تحتاجك تستغلوا ما يهمش تكون عندك هادي هادي نقصك شي حاجة إلا كان عندك العقل ديالك صلح العقل ديالك إلا صلحة العقل ديالك هذاك هو الهدف قال إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إذا كنقول أن الشباب كاملي الشباب كاملي خصوصا أن الشباب اللي تمشوا المخطرات وتعطي الرأس من المخطرات تدع المسبعة عشر عام كن متأكد ما عادش يكون عندك مستقبل إلا إلا لأنك دمرتي واحد الحاجة اللي هي الأهم اللي غا تقدر توفر بها أنت شي حاجة أخرى يعني ما يمكنش تقدر تخرب البصار ديالك تقدر تخرب السمع ديالك تقدر تفرط في أي حاجة ولكن إلا فرطتي في العقل ديالك وذي ما عطيتها المخطرة فأكد ما تفقاش عندك الفكر السليم وذي ما تقدر توصل إلى أي هدف أي واحد كانت مننا أي واحد من الشباب يسمع اللي هدرتي يعاود النظر دياله ويقلس مع رأسه يفكر بعقله ويشوف النظرات المستقبلية هكذا إلا فكرته كونوا متأكدين أي واحد يفكر بهذه الطريقة هذي غا يوصل وما غا يحقق هذا الشي اللي حققت أنا كونوا متأكدين غا تتحققوا تريبل لهذا الشي اللي حققت أنا لأن هذا الشي اللي حققت أنا لقيت فيه بثاف ديال المعايقات وبثاف الحوايج اللي كنت مستقبل هون أسوأ ذكرها الهي اللي يتخذ وقتلي فقط عن الباصر ولكن بالنسبة لي هده شي هو شاف هذا الشي هذا كون جاوزته بالنسبة لي هده شي لنه كي يعني ولم الحمد لله له أنا مني حققت هذا الشي هذا صاحب بالنسبة لي هده شي جاوزته وحققت ذلك الشي وما أحتاجتش للباصرتي تمام ولكن انا لوليد ديالي ولي ما مقدرش اني نصبه شكرا شكرا اشواق تيفي شريد الالكتروني وطني شامل ومستقل